السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين على كرام في هذه الحلقة كما تعلمون هناك العديد من من يتحدث منذ أيام أو منذ شهور على أنه يجب الاستعداد لفصل الشتاء القادم خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يقتلون في أوروبا أو بعض الدول الفقيرة خارج أوروبا حينما أقول فقيرة مثلا جبل إفريقيا أو إفريقيا أو بعض الدول آسية لأن فصل الشتاء هذه السنة سوف يكون مختلف عن جميع الفصول التي يعني عاشها خصوصا ناس أوروبا فهناك تخوفات هناك العديد من الأخبار القادمة من أوروبا التي تحدث على أنه هناك توقعات بفصل شتاء بارد هناك توقعات بأن يكون هناك نقص في الطاقة توقعات بنقص في المواد الغدائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية هناك من تحدث على أنه سوف تتوقف شبكات الاتصالات في بعض الدول الأوروبية فهذه كل أخبار قادمة من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا قامت روسيا وطلبت من أنها تقوم بتوصيل الغاز إلى ألمانيا عن طريق أنبوب ستريم 2 أو نورد ستريم 2 لأن نورد ستريم 1 تم تبجيره قبل أسبوع لحد الآن لا يعرف بالضبط من كان وراءه رغم أن هناك تصريحات لبعض المسؤولين السياسيين الذين تحدثوا قبل أشهر أنه أي أمر تقوم به روسيا سوف يتم ضرب ذلك الأنبوب فالآن روسيا طلبت ألمانيا بأنها مستعدة لإرسال أو تزويدها بالغاز عن طريق أنبوب نورد ستريم 2 لكن ألمانيا رفضت بالطبع الرفض بسبب الضغوط المفروضة على ألمانيا من طرف بعض الجهاد ومن طرف حتى الولايات المتحدة الأمريكية الشيء الذي دفع الألمان أو السكر الألمان خروج إلى الشارع للتنديد بهذه الحرب وتأثيرها على الاقتصاد أو على مصادر الطاقة وعلى ربما أنه احتمال أن يكون هناك نقص غدائي في ألمانيا فالألمان جد غضبون مثلا من إغلاق المفاعلة النووية في ألمانيا ربما الناس الذين تقتن في ألمانيا تعلموا هذه الأمور وأنه تم تدمير خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي كانت تزود من خلاله روسيا ألمانيا بالغاز لذلك ظهر في العديد من منصات التواصل الاجتماعي خرجوا الألمان الذين قاموا بحرق فواتير الكهرباء لأنهم أصبحوا غير قادرين على تفعيها كذلك هناك استفاض العديد من السيارات أمام محطات البنزين في فرنسا الشيء الذي وقته العديد من الفيديوهات أن هناك صراع وشتائم بين الفرنسيين الذين ينتظرون دورهم للتزود بالوقود فمنصة التواصل الاجتماعي هناك العديد من الفيديوهات المنشرة بعديه الأمور فكل الأشياء توضح أنه هناك لا قدر الله لا نتمنى هذه الأمور لكن لا قدر الله أن الأمور في أوروبا سوف تكون أمور جد صعبة من أكد هذا الأمر هو تصريح لرئيس شركة روسية للغاز وهي غاز بروم الذي قام بحوار صحفي مع شركة برومبرغ الأمريكية وأعلن هذا الشخص بالحرف سوف تظهر لكم الأمور أمامها قم يمكنكم التأكد من هذه الأمور قال إن أوروبا ربما سوف تتجمد للموت وأضاف أن فصل الشتاء هذه السنة ربما يكون أدفأ لكن ربما هناك أسبوع أو خمسة أيام سوف تكون أبرد ومن الممكن أن نرى مدن بأكبرها سوف تتجمد هذا تصريح لرئيس شركة روسية للغاز يمكنكم كما قلت الإطلاع للتأكد من هذه الأمور هناك تجربة قامت بها بعض الجهات باستعمال أداة الدكاء الإصطناعي هذه التجربة قاموا من خلالها بإدخال البيانات الحالية بخصوص نقص الطاقة وسياسة الطاقة النظيفة لمعرفة ماذا سوف يقع يعني فصلها الشتاء القادم في بعض دول الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بصفة عامة هذه السياسة أو هذه الطريقة أقول الدكاء الإصطناعي ليس هناك تدخل لأي شخص تم إدخال المعلومات الحالية البيانات الحالية عن الطاقة عن الغداء عن الطاقة النظيفة لهذه الكومبيوتر وهذا الكومبيوتر أفرز العديد من النتائج المأسوية معك من أسف مثلا أن هذا فصل الشتاء هذه السنة سوف يكون باهدة التمن لأنه سوف يكون هناك ارتفاع لأسعار المحلوقات في أوروبا أن العائلات ربما سوف تحرق أي شيء لتدفئة منازلها أن العفن سوف يصيب العديد من المنازل العفن أو ما يتقع عليه بالإنجليزية بالموض وهي تلك البقاء السوداء التي تكون في العديد من المنازل بسبب ضعف التهوئة أو ضعف سياسة الاقتصاد في الطاقة يعني الناس مثلا لا تقوم بتدفئة منازلها أو لو تقوم بتهوية منازلها فتظهر تلك البقاء وهي بقاء سامة تقتل أو تصيب بعض الأمراض الخطيرة على المدى البعيد فهذه الأمور كلها قيل أو أفرزتها هذه الدراسة التي تم استعمال أداة الدكاء الاصطناعي لتثبت أن الأمور القادمة حفظ الله الجميع في فصل الشتاء القادم في أوروبا أنها سوف تكون هناك أمور كارتية لذلك هناك العديد من المشاكل هناك العديد من الناس الذين تتحدث على أنه إذا أوروبا حصل فيها من هذه الأمور فما بالك ببعض الدول يعني شمال إفريقيا أو دول إفريقية جنوب الصحراء أو حتى بعض الدول جنوب أسيا ماذا سوف يقع فيها أو أمريكا الجنوبية ما بالك بالدول الاقتصادية ألمانيا التي ربما أعتقد أنها رابع قوة اقتصادية على ما أعتقد أنها رابع قوة اقتصادية ويتوقع أن تحصل فيها مثل هذه المشاكل فقط لأنها نحازت مع دول ناتو وأنها نحازت مع دول ما أعتقد مع أمريكا في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا مع العلم أن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي فلذلك ربما نرى في الأيام القادمة مظاهرات في الشوارع الألمانية تطالب مثلا المسؤولين الألمان بتغيير نظرتهم أو التغيير موقفهم السياسي لزاء روسيا لأنه هناك ربما كما قلت مشاكل أو تنظيرات أنه الأمور سوف تكون سيئة في أوروبا نتبع أداء الأمر نتمنى أن هذه الأمور لن تقع لكن هناك أناس يخططون لفرض أو جعل أوروبا تعاني من هذه الحرب بدرجة أكبر الذي سوف يعاني الآن أو الذي يعاني الآن هو دول الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبا يعني بشكل كبير هي من تعاني بشكل كبير لحد الآن الحرب الروسية العنية الأوكرانية فلذلك هناك دعوة دائما إلى تخزين الطعام إلى يعني وضع بعض المال على الجانب لأنه لا نعلم ماذا سوف يقع في الحسابات البنكية لا نعلم ما هي المشاكل ووضعت فيديو وأخبرتكم فيه أن هناك دعوات هنا في أمريكا إلى سحب السيولة المالية من الأبنك لأن الأبنك ربما في يوم ما سوف تكون خير قادرة على دفع يعني أموال إلى عملائها هذه الأمور ربما تظهر الآن أنها أمور كبيرة أو مبالغ فيها لكن الأمور الذي يتابع الأمور عن كتب الأمور الاقتصادية العالمية أو الأمور السياسية العالمية سوف يفهم أن هناك شيء يحاك في الخفاء ربما سوف يؤثر على الكوكب بصفة عامة وليس فقط على أوروبا أو على أمريكا أو على آسيا هناك العديد من الناس الذين سوف يتضررون من ارتفاع أسعار المحروقات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو نقص الأمواد الغذائية غير من الأمور لذلك دائما أدعو من حل لآخر إلى أنه يجب وضع رصيد مالي إذا أمكن على الجانب خارج البنك يكون باستطاعتك إذا أردت شيء أن تقوم بشلائه وأن يكون لديك مخزون من الأكل هناك أمريكيين تحدثون في بعض من الصلاة التواصل الاجتماعي أن لديهم غداء أو أكل يكفي لسنتين يكفي لسنتين لأنهم يعلمون منذ مدة أن أمور ربما سوف تسعوا أو أن ربما سوف يكون هناك مشكل لا قدر الله هذا فقط من باب التذكير شكرا والسلام عليكم